كمان مبارح سيادة الرئيس تحدث عن الأزمة العالمية المالية العالمية وتدعياتها على كل دول العالم ومنها مصر وقال أن الدولة وجهت هذه التدعيات بثبات وقوة وتم تنفيذ سلسلة متكملة من إجراءات الحماية الاجتماعية وده لتأليل أثار موجات التضخم العالمية السيدات والسادة الحضور الكريم شعب مصر العظيم إنه لمن حسن الطالع ومن دواعي سروري أن أستهل زياراتي الميدانية في مطلع عامنا الجديد 2023 بزيارة محافظة سهاج قلب سعيد مصر الطيب أرض الخير والأصالة وولد الحكمة التي عرفت أرضها الحضارة منذ ألاف السنين حين شرع أجدادنا في عمارة الأرض وبنائها ولا أخفي عليكم بالغ سعادتي بوجودي وسط أهل سهاج بصفة خاصة وأهل السعيد بصفة عامة ولا سيما وهم أهل الكرم والطيبة والشهامة وأود أن أغتنم هذه الفرصة الطيبة كي أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لجموعة الشعب المصري العظيم ذلك الشعب الأبي الكريم الذي يثبت كل يوم أن جزورها الراسخة في أرض التاريخ تلهمه ثبات الخطوات نحو المستقبل بإرادة صلبة وعزيمة راسخة السيدات والسادة أهلنا الكرام في صعيدنا الطيب إن الفخر قد بلغ بي مبلغه ونحن نشهد اليوم معا تلك الإنجازات تتحقق والحلم الكبير لوطننا قد بدأت ملامحه تشكل واقعا ملموسا على الأرض وقد كانت هذه الإنجازات ممتدة جغرافيا ومتكاملة قطاعيا وبتخطيط محكم ومصنوعة بسواعد مصرية قوية وقادرة على إحالة الحلم لحقيقة وصناعة الأمل بالعمل وقد ازداد فخري ونحن نشهد معا ملاحم البناء تمتد لكل ربوع الوطن وفي مقدمتها صعيدنا الطيب والذي عانى كثيرا ولذلك فقد كانت توجهات واضحة لكافة أجهزة الدولة بوضع تنمية السعيد في أولوياتها وتكامل جهودنا لتحقيق طفرة تنموية تنعكث آثارها بشكل مباشر على المواطن سواء على مستوى الخدمات المقدمة له وخاصة في مجالي الصحة والتعليم أو لبناء وتطوير البنية التحتية وذلك بالتوازي مع المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها لتعزيز أصول الدولة ورفع قيماتها لدعم الاقتصاد وأنني أؤكد لكم بشكل قاطع وبإرادة حقيقية بأننا ماضون قدما في مسير التطوير سعيد مصر والعمل بكل جد وبذل كل جهد يحقق لآهلينا في الصعيد ما يستحقونه من تنمية واستقرار وجودة الحياة شعب مصر العظيم تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من إتمام عامها الأول وهي الحرب التي بدأت وزحمت وباء كورونا في تأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي وضعفت منها ولم ينج من تلك الآثار قاض أو دام وعانت الاقتصادات العالمية معاناة كبيرة تسببت في تداعيات سلبية على كل دول العالم وفي مصر واجهنا ولا نزال هذه التداعيات بثبات وقوة مستفيدين من خطوات الإصلاح الاقتصادي التي شرعنا فيها وانعكست آثارها على قدراتنا في مواجهة تلك الأزمة العالمية وقد كانت فلسفة إدارة هذه الأزمة قائمة في المقام الأول على بزل الجهود لتقليل آثارها المباشرة على المواطن من خلال تنفيذ سلسلة متكاملة من إجراءات الحماية الاجتماعية والعمل على تقليل آثار موجات التدخم التي ضربت العالم والقد بزلالها علينا جميعا وبالتوازي مع تلك الإجراءات فقد عملت الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص وجذب استثمارات مباشرة لدعم مؤشرات الاقتصاد الكلي وتنفيذ مبادرات واستراجية توطين الصناعة المحلية ودعم الصادرات لتقليل ميزان العجز التجاري وبما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الفاتورة الاسترادية السنوية وأنني أؤكد لكم بكل صدق وتجرد أننا ورغم كل الصعاب سنمضي معا ليس فقط لعبور الأزمة ولكن لصناعة مستقبل باهر بإذن الله إليه بتضحياتنا ونفتخر ونحن نقدمه للأبناء والأحفال إنني أتحدث إليكم وأنا على يقين في قدرات أماتنا وثاقة في أبنائها وأمل في مستقبلها ومصر الوطن العظيم الذي علم الدنيا ومن عليها كيف تصنع الحضارة والمعجزات قادرنا بنا على كتابة التاريخ مرة أخرى بسياغة مصرية وطنية وبسواعد أبنائه ستتحقق الأحلام وبإرادتهم سنكتاز التحديات وبنا جميعا بإذن الله تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته